بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهل وصحبه أجمعين حبايبي مشاهدي القناة الطبية النهاردة مع فيديو جديد عن دواء جديد هو أحد المسكنات المشهورة الدواء دواته هو بيرال بيرال هو شراب للأطفال والرضع من ثلاث شهور لخمس سنوات مسكن للألم خافض لدرجة الحرارة شراب بيرال مناسب من عمر ثلاث شهور لحد خمس سنين مسكن مؤقت وفعال للألام بإضافة إلى أنه خافض للحرارة للأطفال من سن ثلاث شهور لخمس سنين وهو لطيف على معدة الأطفال إذا تم استخدامه وفقا لتعليمات أشكال العبوة مختلفة وتختلف من حين إلى آخر ومن دولة إلى أخرى لذلك يجب قراءة النشرة الداخلية جيداً وتأكد أن الدواء يحتوي على مادة البراصيتامول أو اسمها الآخر اللي هو أسيتامينوفين يحتوي على 120 ميلي جرام من البراصيتامول بالنسبة لدواء بيرال اللي هو مسكن ويحتوي على الأسيتامينوفين أو باراصيتامول يحتوي على مادة أخرى من سنة 3 شهور لخمس سنين يستعمل أول حاجة للتسنين التسنين لأطفال الصغيرة بتطلع أسنانها بتطلع ويما الأسنان بتطيب تطلع بتظهر أي أعراض نتيجة إيه؟ نتيجة أن الأسنان بتطلع من اللحمة بتليف البق فبتسبب أعراض منها السخونة ومنها ألام أن الطفل بيعيط بقى نتيجة التسنين طبعا دي حاجة عارفها كل الأمهات أيضا التهاب الحلق أيضا العدوى اللي بتصيب الأطفال زي عدو الأزن الوسطى أيضا ألم الأسنان أيضا التطعيم في أطفال اللي ما بيعطوا التطعيم فيه تطعيم بيبى شديد شوية فبسبب لهم إيه؟ ارتفاع دارة الحرارة وألام كل خمسة ميلي من شراب بيرال يحتوي على 120 ميلي جرام من البراسيتامول زي ما قلنا مادة البراسيتامول هي مادة مسكينة آمنة طيب إيه هي جرعة البيرال؟ طبعا الجرعة بيحددها الطبيب حسب حالة المريض اللي قدامه ولكن إذا لم يحدد الطبيب الجرعة نقوم باستخدام الجرعات الموضحة أن شراب بيرال له جرعات محددة ويتم حساب الجرعة باستخدام عن طريق وزن الطفل وعمر الطفل لا يوصى باستخدام بيرال للأطفال أكلي من 3 شهور أو أكلي من شهرين أيضا بالنسبة للأطفال من عمر 2 إلى 3 شهور يستخدم تحت أشرف الطبيب وتحدد الجرعة حسب وزن الطفل وعمر الطفل بالنسبة للأطفال من سن شهرين لتلاتة تكون الجرعة 3 ملي طبعا وزن الطفل في الوقت دوت من سن 2 إلى 3 شهور يكون يتراوح من 5 كيلو و 6 كيلو الطفل اللي بعد كده اللي هو من 3 شهور ل 4 شهور بيكون وزنه من 6 إلى 7 كيلو فتكون الجرعة 3.5 ملي الطفل اللي بعد كده من 4 إلى 6 شهور يكون قاتل شوية حوالي من 7 إلى 8 كيلو فتكون الجرعة 4 ملي الطفل من 6 إلى 8 سنة آآ شهر يكون وزنه من 8 إلى 9 كيلو وتكون الجرعة 5 ملي الطفل من 8 إلى 12 شهر يعني الغاية سنة يكون وزنه يتراوح من 9 أو 10 كيلو والجرعة المقترحة 5.5 ملي الطفل من سنة إلى سنتين يكون وزنه من 10 إلى 12 كيلو وتكون الجرعة 6 ملي الطفل من سنتين لثلاث سنين آآ الوزن يتراوح من 12 إلى 14 كيلو تكون الجرعة 7.5 ملي الطفل من 3 إلى 4 سنين وزنه تراوح من 14 إلى 16 كيلو الجرعة المقترحة 8.5 ملي الطفل من 4 إلى 5 سنين آآ وزنه يتراوح من 16 إلى 18 كيلو تكون الجرعة المقترحة 10 ملي طبعا لازم نرج إلى بوه كويس آآ وآآ طبعا عشان خاطر بالمادة الموجودة فيها المادة الفعالة بتبقى منتشرة في الدواء كله طيب متى وكيف أتناول الطفل بيراله طبعا يجب اتباع تعليمات الطبيب واتباع تعليمات النشر الداخلية ونكون بتحديد جرعة الطفل بداء على وزن الطفل وعمر الطفل الطبيب سوف يقرر فترة العلاج ولا نتوقف عن استعمال العلاج قبل أن تأفتك الفترة أيضا إذا تناولت جرعة زائدة يجب الاتصال بالطبيب فورا أيضا إذا نسيت تعاطي جرعة فيجب أخذها فورا تذكرها إيه هي التحذيرات من استعمال بيرال لا يعطى بيرال أكثر من 60 ميلي جرام لكل كيلو مقسم على جرعات أيضا يجب تقدير جرعة الطفل بناء على وزنه وعمره أيضا لتعطى طفل دواء بيرال قبل مرور أربع ساعات من الجرعة التي تسبقها يعني هو أخذ جرعة دلوقتي ما أخذش غير بعد أربع ساعات أيضا لا تقاطى الطفل أكثر من أربع جرعات في اليوم أيضا لا تقاطى الطفل لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بدون استشارة الطبيب أيضا لا تستخدم بيرال مع منتدات أخرى تحتوى على برسيتامول أو أسيتامينوفين في الوقت نفسه لأنه هيب نفس المادة الفعالة فهيزيد تركيزها في سبب أضرار أيضا يجب استشارة الطبيب في حالة استمرار السخونة أو استمرار الأعراض الألم ومع تناول الدواء أيضا يجب أن يقيم بإعطاء بيرال للطفل تحت أشرف الطبيب ويجب المشهورة الطبية قبل أعطاء الطفل في حالة إذا كان الطفل يعاني من مشاكل في الكبد أو الكلا أو إذا كان الطفل يعاني من حالة نقص جولوتا سيون فيجب استشارة الطبيب أيضا إذا كان الطفل يعاني من مشاكل عدم التحمل الوراسي للفركتوز فلا تحطيه بيرال نائية أيضا لا تستخدم بيرال إذا كان الطفل يعاني من زيادة الحساسية مرددة البرستامول أو مكونات أخرى أيضا يحتوي هذا المنتج اللي هو بيرال على هيدروكسي بين زواءة الإسايل والميسايل والبروبايل وهي تسبب أعراض حساسية فيما بعد النقطة لنتكلم فيها بعد كده ماذا تفعل إذا تناولت دور عزائدة طبعا يوجد في معظم المناطق الحضرية في أي دولة مراكز اسمها مراكز مكافحة السموم فيجب إذا تم التعرض إن انت تناولت دور عزائدة من بيرال فيجب اللجوع لأقرب مركز للسموم النقطة اللي بعد كده اللي هنتناقش فيها هي كيفية حفظه يحفظ في در حرارة لا تتعدى خمسة عشر درجة موية ويحفظ بعيد عن متناول الأطفال أرجو أن تكونوا في الفيديو ده استفدتم وما تنسوش الاشتراك في القناة لو أنت مش مشترك وضغط لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وعمل شير ولايك للفيديو وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته